تعتبر الكاميرات حكم المحايد في الأمر وبذلك هذه الكاميرات ستسجل الأحداث في داخل المحطات منذ بداية عملية الاقتراع إلى نهاية عمليات العدوى الفرز داخل المحطات وإعلان النتائج وبذلك فإن هذه الكاميرات ستكون مخصصة للمحطات وأيضا هناك تغطية بهذه الكاميرات ما يقارب عدد أربع كاميرات في ساحات مركز التسجيل وكذلك على بوابة الدخول لمركز التسجيل وسيتم تسجيل هذه الأحداث بالصورة والصوت وبذلك أي حدث أو أي خرق لنظام لإجراء معين سوف يتم توثيقة من قبل هذه الكاميرات وفي كل محطة سوف يتم نصب كاميرتين لربما أن أحد الكاميرات يتعرض للخلل فإن الكاميرا الثانية ستعود ذلك وبذلك فإن الكاميرتين ذنية سيسجلن نفس الأحداث اللي راح يسير داخل هذه المحطة وسيتم تغطية الرقعة أو المساحة للمحطة لكل كاميرا هذه الكاميرات ستخصص للمحطات وستفتح من خلال كارتات خاصة بها مخصصة لهذه المحطات وبذلك نستدلع العناوينها مركز التسجيل مركز الاقتراع ثم رقم المحطة وأي شك وتقدم على أي محطة سوف يكون بالنسبة للهيئة القضائية الصلاحية باستقدام هذه الفلاشات الخزن لهذه الكاميرات وعرضها لإثبات إن كان وجود خلق قانوني وبذلك هذه الكاميرات التي ستستخدمها المفوضية لأول مرة في عمليات الاقتراع ستساعد المفوضية على عملية المراقبة في داخل المحطات أو خارج المحطة